ل собственно رأس لك، بذلك و كان لدي زيارة فيمال البعض كانت قاس لدي ميدال جاني المالاز حلت يوتيوب، مشيت الابونمو مكين حتى حاجة جديدة مشيت التندانس، جاني اكتئاب 6 يوتيوب، حلت فيسبوك خطير، عاجل، شاهد،، و تغير شرك 6 فيسبوك، حلت نين قاك،، و كنت تستخدم كل شي State 9CAG حاليت League of Legends لعبة الطح حصائط عاية الصحابي اللي كانوا لعبين معايا State League of Legends حاليت نائق عود ثاني و أنا هتفكر عني عاد خرشت منه State 9CAG حاليت فواتيشان شفت قيمات الحيطات البشرية شوية و ارسلنا مساج ميسنجر اخويا سنعدي اليك في مثلات برمودة تفكرت بالي مثلات برمودة واحد الهاتف المنطقة مثلاتية في غرب البحر ابيض المتوسط بين بورة ويكوف لوريدة وجودة برمودة لا عقلت غير عليه كين في بلاسها في البحر ومبعد سوية الحاجة جوجل تفكت وهذا المغادر بالصح بمثلت بمودة كأياته لها مثلت الشيطان بحلثة وخاصة لها ليس مثلت وكي يخاف الشيطان يدخل لها على معاقل قال لك مثلت بمودة خائق بالمثال الحوالي اشتغل فين فيه طيارات بطوات المخلوقات العجيبة لكي تعتمد انكس خيارات القوى دياله الطاوة 19.5 ميجا ديال بانترنت لماذا ما وصلتك عموما ما كنسوق البحرات الشيطان غيرت خابق ولكن تفكت ان هذا العام غاد ينشط طياء وغاد يندوز من حدها المثلت هذا وسبح الله جيتنا يا أخبه باش نزيد نقاع عليه في سبيل العلم والنصف الخوافة طبعا مش رحي تخفت على رأسي اذا علش هذه المثلت بمودة عنده هاتي سمعة هذه حلال جوية رقم 19 في 5 اسمبر 1945 خمسة ديال الطائرات البحرية من النوع كدومان افنجر دروا احلة تدعيبية فمثلة بيامود الفارق كان تحت قيادة ليوتنان شارل طايلر اللي كانت عنده خباة عالية الجو كان جد ملائم لكن من بعد هذا احلة اختفوا بدون اي تفسير اخر مكالمة مع الطاقة مسمعوا فيها كلام من قبل مجيوش عندي اهمقيش بهولي تقدر تقول هات الشي غير حديثة لكن من بعد هذه الفاجعة فلت الطائرة من نوع مغتين مغي نار بيش تقلب على طاقة مفتونة لكن هات الطائرة احتى هي اختفت بلما تخلي احتراتها واحد محور كان في منطقة اختفاء الطائرة قال انه شاف شي ضوء ساطع في السماء قبل ما تختفي مني نقعت هات الشي تخلعتنا تزعزعت لذا فالفاني هو انه هادي ما الشي الحادث الوحيد بالزارف دين نزده وابحاته الفكوته على الاحداث الخارقة للعادة اللي وقعته مثل الشيطان 1800 باخيات USS Pikerine اختفرت وفيها 90 شخص في 1812 USS Patriot 1817 USS Wasp 1824 USS Wildcat 1818 USS Cyclops 1963 SS Marine Sulphur Queen وهات الشي غير باخيات ما زال عاد عدد كبير ديال الطائرات اللي حتى هم اختفوا في هذه البلاصة هاتي تأكدت بأنه بالصح كناش حاجة خائقة في متلات بامود ومشيت الفيسبوك وبدي التالي كنكتب في منشوب باش نفعل أصحابي أرسهم باش تليلقيت ونضيق اوب ديالفضح مخططات النظام العالمي في متلات بامود ولكن قبل ما نحل لك فيسبوك خرجتلي يارت الصفحة في هذا الفيديو لا أحاول أن أصوّق لك فكرة أنني غني أو أنني أربح الملكاتي وأطف أصخر عليك ومن بعد ما خرجت مرات الصفحة خرجتلي واحد صفحة واحد آخر فيها معلومات أكثر على متلات بامود فقلت نقلب شوية أكثر ومن بعد أبحثت معمقة أكثر هاتش اللي لقيت الرحلة الجوية رقم 19 في 5 أستمبر 1975 خمسة ديال الطائرات الحابية من نوع غرومان أفنجر دعوا إحلة تدعيبية في متلات بامود هدا إحلة مكانتش عادية والتدعيب كان جد معقد وأول ما أرد ديوه الفائق كان تحت قيادة اليوتنون شارل طيلر اللي عنده خباة عالية ولكن باقي الطاقم كانوا التلاميذ مزالين مبتدئين الجو كان جد ملائم في البداية ولكن من ينقل العب در الطيران الجو التي يخيب بالساف من بعد دائحة هاتي اختفاه ولكن كان تفسير من وصلوا دار التدعيب ديالون فحل الجزياء بغاو يرجعوا ولكن اليوتنون شارل طيلر لاحظ بأن البوصلة ديالون مبقاوش خدامة إذن قواسهم تالفين في البحر حاول انه يعافل بلاسافين كينينين ولاحظ واحد الجوزور اللي يسحاب له هي جوزور فلويداكيز المشكلة هو انه هاتيك مكان جوزور فلويداكيز بل كان جوزور البهاماس إذن مشو الشمال فعوتوا مشو الغرب وبقوا غادين وكيزيدوا يدخلوا في وصل البحر الاتصالات ديالهم مع المقر كان جد مشوشة ومن بعد من يعافوا المقر بلاسا ديالهم وحاولوا يشاحوا لهم باش يرجعوا كان مشي الحال وموصلهم مش لك الخبر بقوا غادين في وصل البحر حتى لاحظوا بأنه ما وصلوش اليابيسة وتم طاحوا في البحر وبما أن هات الطائرات هادي ماشي مهيئة باش تهبط في البحر غارقوا الطائرات في وصل البحر اخر مكالمة مع الطاقم ما سمعوش فيها كلام من قابل ما تجوش عندي اهم كيش بهول بل سمعو فيها كلام على فين احنا وفين خاتنا نمشيه تقدر تقول هات شي ماشي غير حادثة من بعد الفاجعة هادي طبعا المقر عيطوا الجميع البواخر اللي كانت في المنطقة والطائرات باش انها تمشي تقلب على هات الطيارين سيفطوح الطائرات من نوع ماختين مارينور اللي كانت مقاقئب باش حتى هي تقلب على الطاقم المفقود من المشاة الطائرة هاتي مختلفت في اسمه بل تفاقعات واحد البحر شاف الطائرة تفاقعات ومشي البلاسة اللي شفتها تفاقعات والقل كيوزين في البحر والبقاية للطائرة هذه هي القصة الحقيقية للدائحة للجوية حادثة مضوعة بسبب بالسافة للعوامل المختلفة وتقائبا جميع الحوادث الأخرى اللي هادئين عليها حتى هي نفس السبب كان حوادث لموقعات قاعد متلة برمودة وكان حوادث لموقعات اصلا قاعد متلة برمودة فهو واحدة من أكبر الكتافات الباخيات في العالم وجد عليها أن جزء منهم عوف بالعواصف العنية فدياله فجد عادي أنه يقعوا في حوادث ومنك نشوفوا الإحصائيات الحوادث هذه فكرقوا بحل أي بلاسة في العالم منظمة مين البواخير اللويتسوف لندن لما عندهم أكبر دافع أنهم يحسبوا هذه الإحصائات ويكونوا متأكدين حتى يخلصوا على هذه الحوادث قالوا بأنهم كانوا يحتشون فاق ما بين المثلة برمودة المناطق البحرية الأخرى في العالم وطبعا ما بين هذه الحوادث كاملة كانوا بعض الحوادث لمعافن الشاح ولكن هذا الشيء بحليل أخذت إقاع الحوادث اللي كان ينفلوطه أوتبناه باته الأغلبية دياله معافن السبب دياله ولكن طبعا ستجد حوادث لمعافن السبب هذا الشيء لا يعني أن هذه الطائق مصحوها ولا أنه سكنين فيها الجنون نفس الشيء ولكنكم تحبون متلة برمودة يعني من هذا الشيء كامل ما ينوانه غير بعض الكتاب تلقوش السلوكيات والناس داهم للحبة قبة المشكلة مع هذه القصص هو أنه خنقنطبل ونغنيها قاعدة سيبقى والناس يتيقوهم أولا حيث كان ما يسمى البيض ولي هو أنه الناس اللي متيقين هذا الفكاء هذي دمارهم يدعين ميكا على الأفكار المخالفة لها وكيتبع غير أحداث اللي كتزيت إيد الفكاء دياله وثانيا حيث عزيز علينا القصص الخائقة للعادة قصص مدهشة اللي مكلينا نعودها الناس خوين ونضاهض بها وإذا أردت مثال تطلع على التندانس في يوتيوب أجلت عندك سيد اللي سويني وجوبته تكشي غيرت خابق وقلست وما كان عندي ميدة جني المالان حليت يوتيوب بشيت الابونمون كين حتى حاجة جديدة بشيت التندانس جني اكتئاب ستيت يوتيوب حليت فيسبوك خطير عاجل شاهد طاقع شيئك لا تنساش تابونه وتباتجو وتكومنت الفيديو ستيت فيسبوك حليت نانقاك قطاع سيشايف كلش هليت ليغوف ليجندس لعب الطاح خسات عايات سحابي ستيت ليغوف ليجندس شكرا شكرا